بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة أولى حلقات الترم الأول في مادة الرياضيات النهاردة هناخد فرع الجبر وأول درس عندنا درس المتتبعات وحد يسألني يقول لي يعني ايه متتبعة أقول له المتتبعة هي دلة بس المجال بتاعها الأعداد الصحيحة الموجبة والمجال المقابل هي الأعداد الحققية علشان كده أحيانا بنسميها المتتبعة الحققية يبقى لما تبقى دال بتنقل من صاد الموجبة لحق بنسمي الدلة دية دلة متتبعة وطبعا كل مجال المتتبعات هيبقى الأعداد 1 و 2 و 3 و 4 إلى نون من الأعداد وبالتالي ممكن أستغني عن المجال وكتب صور الدلة يعني المتتبعة حانون مش بتديني بقى من واحد لكذا لا بتديني صورة العنصر واحد وصورة العنصر اتنين وصورة العنصر تلاتة وهكذا وصورة العنصر دي اللي هي دا الواحد دي ممكن أسميها حاه واحد ودا الاتنين ممكن أسميها حاه اتنين ودا التلاتة ممكن أسميها حاه تلاتة وتبقى المتتبعة عبارة عن حاه واحد وحاه اتنين وحاه تلاتة وهي عبارة عن صور لعناصر المجال اللي هي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة فحاة واحد هي دا الواحد وحاة اتنين هي دا الاتنين دا الاتنين يعني صورة العنصر بتاع الرقم اتنين دا التلاتة يعني صورة العنصر رقم تلاتة وحاة تلاتة يعني دا للتلاتة وحاة اربعة يعني دا للتربعة يا مستر انا عايزك توضح لي اكتر انا عايز مثال يوضح لي الحكاية دي نقول له تعالى ناخد مثال يوضح لك الحكاية دي اذا كانت دال بتنقل من صاد المجبأ فرق مدين صاد المجبأ يعني عناصر الاعداد الطبيعية خالية من الصفر صاد المجبأ يعني واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وكذا من صاد المجبأ وحا ودلت سين القاعدة بتاعتي اسمها اتنين سين زائد كام تلاتة طيب انا عايز اجيب دلت واحد اللي هي ايه دلت واحد دي بقى اللي هي هتبقى حا واحد اهو الواحد ده هيروح لمين تعال نحسبه هيبقى اتنين في واحد زي التلاتة اتنين في واحد باتنين زي التلاتة خمسة يعني الواحد رايح لمين رايح لخمسة طب انا عايز اجيب بلت اتنين اللي هي مين يا استاذ اللي هي حقا اتنين يبقى اتنين في اتنين زي التلاتة اتنين في اتنين باربعة زي التلاتة سبعة يعني الاتنين رايحة المين رايحة للسبعة طب بلت تلاتة يبقى اتنين في تلاتة زي التلاتة اتنين في تلاتة بستة زي التلاتة بتسعة يبقى التلاتة رايحة لمن رايحة للتسعة والاربعة كذلك اتنين فاربعة زائد تلاتة اتنين فاربعة بتمانية زائد تلاتة احداشر يبقى الاربعة رايحة الكامل الحداشر والخمسة كذلك صورة العنصر خمسة دلت خمسة يعني اها خمسة اللي هي اتنين في خمسة زائد تلاتة اتنين في خمسة بعشرة زائد تلاتة تلاتاشر وهكذا وهكذا بس انا خدت لك خمس صور وممكن اكتب المتتابعة بالمنظر ده بستغنى عن المجال ما بكتبش المجال معايا واقول له المتتابعة هي عبارة عن خمسة وسبعة وتسعة واحداشر وتلاتاشر ونقط حيث خمسة ده حه واحد وسبعة ده حه اتنين وتسعة ده حه تلاتة واحداشر ده حه اربعة وخمسة وتلاتاشر ده حه ايه خمسة حه واحد يعني صورة العنصر واحد بكام بخمسة حه اتنين يعني صورة العنصر اتنين وهكذا وتبقى ساعتها مش نقوله دلسين لا نقوله حهنون يعني الحد العام بيساوي اتنين نون زي التلاتة اصبح دلوقتي الحهنون هو قاعدة الايه الدل فرق بقى ما بين حهنون وعليها قوس كده وحهنون ومعليهاش قوس حهنون وعليها قوس اقصد بيها المتتابعة لما حب اكتبلك اي متتابعة اقولك المتتابعة واعملك عليها قوس وجوها حهنون اما حهنون دي اللي هي ايه الحد العام للمتتابعة اللي هي بنكتب عليها دايما قاعدة المتتابعة اقولك حهنون بتساوي اتنين نون زي واحد اقولك حهنون بتساوي تلاتة نون زي اتنين يبقى اللي عليها قوس ده اسم المتتابعة اللي من غير قوس ده يبقى الحد النوني اللي زيما انا كتبتلك حهنون بتساوي اتنين نون زي تلاتة يبقى لابد ان اتفرق بالتنين لما نحب نكتب عايزين نقول المتتابعة الفلانية نكتب حه نون وجوها قوس عايزة اكتب قاعدة المتتابعة بتساوي كام القاعدة بالنون هقول له حه نون تساوي اثنين نون زي الثلاثة حدود المتتابعة اللي هي حه واحد وحه اثنين وحه ثلاثة وحه اربعة دي صور لدلة المجال بتاعها واحد واثنين وثلاثة واربعة بس احنا استغنينا عن واحد واثنين وثلاثة واربعة لان كل المتتابعات المجال بتاعها واحد واثنين وثلاثة واربعة فما فيش داعي بقى نكتبه وهنكتب بالايه الصور لاحظ الفرق بين قوص المتتابع عامل زي الزوج المرتب انما قوص المجموعة زي ما انت شايف كده زي الزجزاج كده الاتنين الحكاية مش حكاية اقواص بس حكاية معنى المتتابعة مهم فيها الترتيب ويمكن التكرار انا ممكن اللاقي متتابعة اسمها تلاتة 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 وبنسمي المتتابعة دي متتابعة سابتة يبقى المتتابعة القوص بتاعها بيبقى بالمنظر ده ومهم فيه الترتيب لان انا عندي حاه واحد وعندي حاه اتنين وعندي حاه تلاتة فمترتبة وكمان يمكن التكرار يعني انا ممكن اكرر الحدود بتاعتي اما اقواص المجموعة اللي انت واخدها من زمان اللي هي دي دي ليست مهم فيها الترتيب لما كنا بنعلمك زمان ونقولك حروف كلمة مصر كنا نقول ميم صاد ره ممكن نقول ره صاد ميم ممكن نقول ميم ره صاد مش مهم الترتيب كمان لا يمكن التقرار يعني انا لو عندي كلمة فيها حرفين فيهم ميم ما اكتبش ميمين اكتب ميم واحدة يبقى في فرق بين المتتابعة والمجموعة في الفرق في الشكل من حيث الاقواص وفي الفرق في المعنى القوس هنا عامل زي قوس الزوج المرتب ولانه مرتب برضو مهم الترتيب في المتتابعة ويمكن التقرار اما قوس المجموعة غير مهم الترتيب اكتبها كده اكتبها كده برعتي وكذلك لا يمكن التقرار نيجي بعد كده نتكلم عن انواع المتتابعات انا عندي من ضم انواع المتتابعات نوعين مهمين جدا متتابعة منتهية ومتتابعة غير منتهية المتتابعة المنتهية بالبلد كده هي متتابعة تنتهي برقم يعني نهاية المتتابعة تلاقي فيه رقم اعدلك جوه كده المتتابعة اما المتتابعة الغير منتهية فهي متتابعة تنتهي بمقط يعني ملهاش اخر اول ما تنتهي بمقط تعرف ان المتتابعة دي غير منتهية المتتابعة المنتهية تقدر تعرف عددها كام يعني نقول له دول كم نون موجودة عندي العدد بتاع المتتابعة دي عددهم كام تقول لي مثلا خمسين تقول لي اربعين لكن الغير منتهية لانها غير منتهية ما اقدرش اعدها لانها اعدادها غير منتهية يبقى في حاجتين المتتبعة المنتهية بتنتهي برقم زي ما انت شايف كده نهاية المتتبعة واحد وتمانين اما هنا هتلاقيها بتنتهي بنقط زي ما انت شايف كده المتتبعة الغير منتهية بتنتهي بينت بنقط هنا اعرف احصل الاعداد بتاعتها كم حد في المتتبعة دي هنا ما اقدرش احصلهم لانهم اعداد غير منتهية دي نوع من أنواع المتتبعة لكن أنا عندي كمان نوع تاني من أنواع المتتبعة في عندي حاجة اسمها بقى المتتبعة التزايدية والمتتبعة التناقصية والمتتبعة السابتة التزايدية يعني تلاقي الحد اللي بعد الحد السابق أكبر منه فتلاقي حهنون زائد واحد أكبر من حهنون حهنون ده الحد السابق اللي بعد منه اللي هو حهنون زائد واحد تلاقي حهنون زائد 1 أكبر من حهنون إزاي أستاذ فهمني كده أقوله مثلا أنا هكتب متتابعة هو أكتب لك فيها 2 4 6 8 10 دي كده متتابعة ده 1 2 3 4 ده الحد الرابع طب اللي بعد منه يبقى كام الحد الخامس تبص تلاقي الحد الخامس أكبر من الحد الرابع لو لقيت كل مرة كده الحد الخامس أكبر من الحد الرابع والحد السادس اكبر من الحد الخامس وكل حد اكبر من حد السابق له تبقى المتتابعة دي تزايدية ممكن نعرفها ازاي بطريقة تانية نجي نقول له لو انا جيت طرحت حنون زائد واحد اللي هو الحد اللاحق طرحته من حنون اللي هو الحد السابق وطلع الناتج طرح ده موجب اكبر من الصفر يبقى في الحالة دي متتابعة دي تزايدية طيب في نوع تاني يا استاذ نقول له في عندي متتابعة تناقصية برضو من ضمن الحاجات المتتابعة التزايدية تبص تلاقي وانت بتقرأ كده تلاقي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة طول ما انت ماشي فهي بتزيد طول ما انت ماشي فهي ايه بتزيد وبالشكل ده اقدر اقول عليها انها متتابعة تزايدية يعني انا لو قدرت اجيب تلت حدود متتالية ولقيتهم وراء بعض متزايدين يبقى اقول له المتتابعة دي تزايدية يبقى انا اقدر اعرفها بتلت حاجات اقدر اعرف الحد اللاحق اكبر من الحد السابق مع كل الحدود اقدر كمان اعرف انه حهنون زائد واحد اللي هو الحد اللاحق ناقص حهنون اللي هو الحد اللي قبل منه على طول ده نون زائد واحد وده نون لو طرحتهم من بعض وطلع الناتج موجب او طلع الناتج اكبر من الصفر تيبقى تزايدية كمان اقدر اعرف ان انا اجيب تلت حدود وارا بعض وبص عليهم كده دي اتنين دي تال اربعة دي ستة ها دي ستة دي تمانية دي عشرة ألاقيهم بيزيدوا يبقى المتتابعة دي واضحة انها تزايدين المتتابعة التناقصية زي المتتابعة دي بص كده معايا اربعة وستين اتنين وثلاثين ستاشر اه تمانية اه اربعة اتنين واحد نص بص كده المتتابعة دي هتلاقي المتتابعة دي بتنقص يعني باربعة وستين نقصت بقت اتنين وثلاثين نقصت بقت كام ستاشر وهتلاقي أي حد وتمسك الحد اللي قابل منه هتلاقي حهنون زائد واحد أقل من حهنون يعني الحد اللاحق لو بص على اللي وراه وبص على الحد اللي قابل منه يلاقي نفسه هو أصغر من الحد اللي وراه يعني أنا مسكت التمانية طب بص على اللي قابل منك كده هتلاقيه 16 طب أنا مسكت ال16 طب بص على اللي قابل منك كده هتلاقيه 32 يعني حهنون زائد واحد أقل من حهنون ايوة تبقى المتتابعة دي ما لها تناقصي طب ممكن نعرفها ازاي تانية يا مستر نقول له حنون زائد واحد لو طرحتها من حنون يطلع الناتج اقل من الصفر يعني يطلع سالب لانك لو طرحت التمانية نقص الستاشر تطلع بالسالب ولو طرحت الستاشر نقص الستين وتلاتين تطلع بالسالب وبرضو لو انت مسكت تلات اعداد وورا بعد كده ها اربعة وستين اتنين وتلاتين ستاشر هتبصت لقي المسألة بتنزل كانت كبيرة وبعدين نزلت تبقى المتتابعة دي ما لها تناقصي يبقى سهلة اوي اعرف المتتابعة التناقصية اعرفها بحدين متتالين اعرف الحد اللاحق والحد اللي قبل منه على طول مباشرة اذا لقيت الحد اللاحق اقل من الحد اللي قبل منه تبقى المتتابعة دي تناقصي لقيت ان حنون زائد واحد ناقص حنون اقل من الصفر تبقى برضو المتتابعة دي ايه تناقصي لقيت أعداد وراء بعض نازلة كده 64 وبعدين 32 وبعدين 16 وبعدين 8 كل دول بينزلوا هما انت هديك شايف ان هما بينقصوا تبقى المتتابعة دي برضو طنر قصين عندي كمان متتابعة اسمها المتتابعة السابتة وطبعا واضح من اسمها يبان عليها ان الأرقام بتاعتها هتبقى ايه سابتة فتلاقي المتتابعة مثلا كده حهنون خلي بالك لما اكتب المتتابعة باكتبها بن قصين لو هكتب الحد العام بتاع المتتابعة ما اكتبش الحصين يبقى بيه ساوي تلاتة 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 وهكذا متتابعة بالمنظر ده عدد سابت باستمرار بيرد علي يبقى نيجي نقول له طب والحد ده اللي قابل منه ايه يقول له زيه طب وده واللي قابل منه ايه نقول له زيه كله زيه لانه متتابعة مالها متتابعة سابت فاذا كان حهنون زائد واحد بيساوي الحد اللي قابل منه على طول اللي هو الحهنون يبقى المتتابعة دي مالها سابتة طب ونعرفها تاني ازاي يا ستاة نقول له لو انا طرحت حهنون زائد واحد نائس حهنون يطلع الناتج صفر ازاي يا ستاة نقول له ما تطرح 3 من 3 اطرح اي 3 من اللي قبل منها هتطلع صفر يبقى اذا طرحته متلع موجب تبقى تزايدية اذا طرحته متلع سالب تبقى تناقصية اذا طرحته متلع صفر تبقى ايه تبقى سبتة يبقى انا عندي انواع المتتبعات نوع الاول منتهية وغير منتهية واحنا تكلمنا عليهم وانواع تانية بتتكلم على التزايد والتناقص والسبتة وفيه كمان نوع جديد اسمه النوع المتزبزب ايه النوع المتزبزب ده تلاقيه مرة موجب اللي بعده يبقى سالب بعده موجب وبعده يبقى سالب يبقى ساعتها دي ما نقدرش نقول عن تزايدية ولا نقدر نقول عليها تناقصية بل نقدر نقول عليها متتابعة متزبزبة يعني زي ايه تعالى نشوف كده مع بعض بص كده معايا ارى معايا كده يجي يقول لي اذا اختلف اشارة كل من حدي المتتبعة مرة موجبة ومرة سالبة يعني مرة المتتبعة تبقى سالب نص بعدها تبقى روبع بعدها تبقى سالب شوتس بعدها تبقى تم وهكذا مرة موجب ومرة سالب بنسمي المتتبعة دي متزبزبة يبقى انا عندي اربع انواع للايه لاضطراض المتتبعة اضطراض المتتبعة يعني ايه يا استاذ الطراض المتتابعة احنا خدناها في الجبر في الترمي التانية هو بحث التزايد والتناقص للإيه للدلة أو للإيه للمتتابعة الطراض المتتابعة في تزايد في تناقص في سبوت وفي تزبزب تزايد لما يبقى أي حد أكبر من حد اللي قبل منه مباشرت التناقص لما يبقى أي حد أقل من الحد اللي قبل منه مباشرت دلس المتتابعة السابتة هتلاقيهم كلهم زي بعض واي حد هتلاقي بيساوي الحد اللي قبل منه مباشرة ولو طرحناهم يطلع بكام بصفر تعال نشوف مثال بقى لان احنا خدنا انواع المتتبعات خدنا اضطراض المتتبعات واحد يقول لي يعني ايه اضطراض يا أستاذ نقول له اضطراض هو بحث تزايد وتناقص وثبوت المتتبع انما المرة دي كمان مش بس تزايد وتناقص وثبوت وتزبزب التزبزب ده ايه ده يا أستاذ نقول له التزبزب ده انه هتلاقي المتتبعة مرة موجبة مرة سالبة مرة موجبة مرة سالبة فما اقدرش نقول عليها دي تزايدية وما اقدرش نقول عليها كمان تناقصية انما دي متتبعة تزبزبية تعالى بقى نقول له اي من المتتبعات الآتية تناقصية ولا تزايدية ولا غير ذلك فيي يقول لي المتتبعة بص بقى لما بيكتبها لي بالقعدة يكتبها لي حهنون عايز يكتب المتتبعة ويفتح يكتب مفردات المتتابعة يكتبها حهنون وجواقصين صغيرين دي كده حهنون علشان هيكتب قاعدة المتتابعة طب يا ترى المتتابعة دي تزايدية ولا تناقصية اسهل طريقة واحنا مثلا بناخد مسألة اه اختياري وانا عايز احلها بسرعة اجيب له بسرعة اول تلات حدود هقول له حه واحد بتسوي كام المتتابعة قدامك اهيه تلاتة نون نقص اتنين هيبقى حه واحد تلاتة في واحد نقص اتنين تلاتة في واحد بتلاتة نقص اتنين يبقى واحد طب وحه اتنين يبقى تلاتة في اتنين نقص اتنين دول يبقوا بستة شير منه اتنين يبقى اربعة ها خد بالك بتزيد اهيه طب حه تلاتة نقول له تلاتة في تلاتة نقص اتنين تلاتة في تلاتة بكام بتسعة شير منهم اتنين يبقوا ايه يبقوا سبعة بص كده واحد اربعة سبعة واضح جدا ان المتتابعة ما لها تزايدية نيجي نقول له يبقى المتتبعة دي ما لها تزايدية دي اسهل طريقة لحساب المتتبعة في طريقة تانية يا أستاذ نقول له في طريقة تانية اننا عمل ايه بقى خلي بالك بس هشرحلك مرة واحدة اننا هجيب له القاعدة هي حاة نون بتساوي 3 نون نقص 2 هجيب له حاة نون زائد 1 يعني هشيل كل نون اقول له اهو واكتب مكانها نون زائد 1 نقص 2 هيبقى 3 في نون ب3 نون 3 في 1 بتلاتة ناقص 2 هنترحم من بعض هيطلع الناتج 3 نون زائد ايه واحد وتعالى بقى نطرح حاة نون زائد واحد دي ناقص حاة نون والله لو طلعت نجابة هقول عليها تزايدية لو طلعت سالبة هقول عليها تانية قصية طلعت بصفر هقول عليها ايه ليست ولاست والطريقة دي طريقة رياضية سليمة بحيث انه ممكن الطريقة العددية دي ممكن المتتبعة ما تباش على طول بنفس النسق فتبصت لها انت اخدت اول 3 اعداد وهي اختلفت النسق بتاعها بعد كده انما الطريقة دي لكل نظام المتتبعات طب يلا يا استاذ انت جبتلي حاة نون زائد واحد تبقى 3 نون زائد واحد ماقص الحاة نون اللي هي 3 نون ماقص 2 يا طرى الناتج يطلع ايه ولو طلع موجب اقول له ايه اقول له تزايدية طب ولو طلع سالب يا مصدر اقول له ايه اقول له تناقصي طب ولو طلع سابت طلعت المسألة صفر اقول له ده معددية المتتبعة دي ايه سبتة تعال نحل بقى هتبقى 3 نون زائد واحد ماقص 3 نون زائد اتنين 3 نون راحت مع 3 نون و 1 و 2 طلعوا 3 الله ده التلاتة دي طلعت اكبر من الصفر دي موجبه يبقى نقول له المتتبعة دي ها تزايدية يبقى انا حلتها لك بطريقتين جبتلك اول 3 حدود و بعدين اكتشفنا انه انا بجيب اول 3 حدود انها بتزيد تبقى متتبعة زي دي برضو رحت يعمل لك ايه بقى تاني بطريقة تانية جبتلك حهنون زائد واحد شلت كل نون وحطت مكانها نون زائد واحد وجبتلك حهنون وطرحتهم من بعض هي دي بقى طريقة الكشف بقى حدبان معايا وبص على الناتج واشوفه لو طلع موجب اقول تزايدية طلع سالب اقول تناقصية طلعت صفر اقول سبتة طلعت موجبه وقلت عليها تزايدية طب تعالا نشوف مثال كمان حهنون بتساوي واحد على ثنين منون زائد واحد تعالى نمشي بالطريقة الاولة ايه؟ نجيب اول ثلاث حدود يبقى حه واحد عبراعا ايه؟ اعود عن نون بواحد يبقى ثنين في واحد بتنين زائد واحد يبقى ثلاثة طب وحه اثنين يا مصدر نقول وحط النون بثنين يبقى ثنين في ثنين بأربعة واحد بخمس الله ده تولت بعدها بقت خمس ده صغرط ها؟ طب حه تلاتة اعوض عن نون بتلاتة اتنين في تلاتة بكام بستة زائد واحد سبعة كلما زاد المقام قلت امتو كان المقام تلاتة بقى خمسة زاد فقلت القيمة بقى سبعة زاد قلت اكتر يبقى واضح ان المتتابعة دي مالها المتتابعة دي تناقصية ولو جبت حهنون زائد واحد طرحتها من حهنون هيطلع الناتج اقل من الصفر وبرضو هقولك عليها ايه تناقصية اخر حاجة بقى ساعة لما تشوف في اي متتابعة سالب واحد السنون لما تعوض عن النوم بواحد يبقى فردي يبقى يطلع الناتج بايه بالسالب ولما تعوض عن نوم بتنين تبقى زوجي الهيشيل الاشارة العادة زوجي بيلغى الاشارة هيبقى موجب فهتبقى المسألة مرة سالب ومرة موجب لما حطوا نوم بفردي يطلع الاشارة تنزل ولما حط نوم بزوجي الإشارة تتلغي فهتبقى مرة مجابة ومرة إيه سالبة علشان كده بص على المتتابعة دي كده أهي حه نون بتساوي سالب واحد والسنون على نون زائب اتنين الله دي المتتابعة دي يا مصدر هتبقى تزايدة تزبزبية واحدة هتبقى سالبة لإنها حط النوم بواحد واحدة هتبقى مجابة لإنها حط النوم باتنين فالعدد للاتنين الزوجي ده هيلغي الإشارة فتبقى العدد موجب يبقى مرة سالبة ومرة موجب مرة سالبة ومرة موجب فهتبص تلاقي المسألة دي لا تنفع تبقى تزايدية ولا تنفع تبقى إيه تناقصية إنما المتتابعة دي تزبزوبية خدت بالك معايا وبالتالي تعالى بقى هنا إزاي نعرف نستنتج الحد العام ودي أهم حتة في الدرس إنه يديني متتابعة كده بحدودها وأنا عايز إيه أكتبانا القانون يعني إيه فين قانون الدلة دي فين القاعدة بتاعتها فنيجي نقول له تعالى معايا بقى نتعلم بالراحة إزاي نعرف نستنتج القانون العام أنا عندي متتابعة إيه حهنون بص لما تبقى المتتابعة مكتوبة بحدودها كده اتنين اربعة ستة تمانية نقط 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 نعمل إيه علشان نستنتج القانون ده بنحاول نكتب نقول له حه واحد عبارة عن اتنين فين في واحد طيب وحه اتنين عبارة عن اتنين في اتنين قل بلك أنا بمشي بقى بحاول أخلي في عدد هنا زي الواحد اللي هنا في عدد هنا زي الاتنين اللي هنا طيب وحه تلاتة يبقى اتنين في تلاتة بص كده معايا حه واحد اتنين في واحد حه اتنين اتنين في اتنين حه تلاتة اتنين في تلاتة طيب حه اربعة ده هي تمانية نقول له اتنين في كام فاربعة لما لقي كده هنا واحد وهنا واحد هنا اثنين وهنا اثنين يبقى انا لو في مرة قلت له حاه نون يبقى هقوله يبقى بتسوي اثنين نون يبقى انت لو قدرت تعمل اي متتبعة انه حاه واحد هنا تخلي فيه هنا واحد وحاه اثنين هنا تخلي هنا فيه اثنين وحاه تلاتة هنا تخلي هنا فيه تلاتة وحاه اربعة هنا تخلي هنا فيه اربعة تيجي تقوله طب ما انا حط بقى بدل الاربعة دي نون يبقى اثنين فيه نون زي ما هنا اربعة هنا في اربعة وزي ما هنا في نون يبقى هنا في نون يبقى المتتابعة دي حه نون بتسوي 2 نون لا انا مش مصدق يا استاذ لا اوريني نقول له طيب سيبك من القاعدة هي قدامك جرب كده بقى حه 1 نقول له يبقى 2 في 1 بكان بـ 2 طب جرب لي دي 1 2 3 4 هتلي حه 4 اقول له يبقى 2 في 4 تطلع بكان بـ 8 طب هتلي الحد الخامس طب هتلي الحد السادس نقول له حه 5 يبقى 2 في 5 بـ 10 حه 6 يبقى 2 في 6 هتطلع بكام باثناشر يبقى اهم حاجة ازاي نعرف نستنتج القاعدة بتاعت الايه القانون او الحد النوني اللي هو بنقول عليه شايف الفرق بقى لما قلت لك انا عايز اكتب لك متتابعة كتبت هلك كده بين قصين وكتبت اللي ايه المتتابعة لكن لما حب اكتب لك قاعدة المتتابعة اللي هو الحد النوني كتبت هلك من غير قصين فرق ما بقى اللي اتنين ها تعالى نشوف واحدة كمان المتتابعة عندك اهيه عبارة عن نص وربع وتم وواحد على ستاشر ونقط نقط نقط يعني عايزين زي ما اتفقنا بقى عايزين نكتب حه واحد ولازم يبقى جوه عندي واحد حه اتنين يبقى لازم جوه عندي اتنين حه تلاتة يبقى لازم جوه عندي تلاتة طب يلا حه واحد هتساوي ايه نقول له ايه رأيك لو عملناها نص الكل قص واحد طب وحه اتنين يا مستر نقول له برضو نص بس الكل قص اتنين ما هي رأوبة انا هعملها لك نص الكل قص ايه اتنين طب وحه تلاتة يا مستر دي توم هعملها لك نص الكل قص تلاتة طب وحه اربعة هتبقى نص الكل قص اربعة توم انت لقيت بقى دي واحد وهنا جوه واحد ودي اتنين وهنا جوه اتنين ودي تلاتة وهنا جوه تلاتة ودي اربعة وهنا جوه اربعة تقدر تقول له اقدر اجيب لك حه نون حه نون عبارة عن نص الكل قص نون يبقى انا كده اقدرت اجيب لك الحد العام الحد العام يعني القعدة اللي بكتب بها كل الايه الاعداد طب يا مستر هتل الحد السادس نقول له سهلة اقول له يبقى حه ستة عبارة عن نص الكل قص ستة اللي هي واحد على اربعة وكام وستين الحد العاشر اشيل نون وحط مكانها عاشر الحد الحد الحداشر اشيل نون وحط مكانها ايه حداشر اهم حاجة في فكرة استنتاج القانون العام او الحد العام انه لازم يبقى حه واحد هنا لازم جوه يبقى هنا في واحد علشان في مرة من المرات اشيل التلاتة وحط مكانها نون يبقى جوه اشيل التلاتة وحط مكانها نون فتطلع الحد النوني او الحد الايه العام تعالى نشوف مسألة كمان ساعة لما تلاقي مسألة فيها تزبزب فيها سالب وفيها موجة بيبقى لازم تحط له سالب واحد الكل قص نون سالب واحد قص نون لو كان اول حد سالب طب لو يفرض انه اول حد موجة نقول له يبقى سالب واحد الكل قص نون زائد واحد خد بالك من الحكاية دي افهم ها بص المتتابعة ها نون ده انا بكتب المتتابعة فبكتبها لك كده عبارة عن سالب واحد على تلاتة وربع وسالب واحد على خمسة وستس ونقط 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 طيب اول حد سالب يا مصدر طب تعالى نكتبه يبقى حه واحد عبارة عن سالب واحد على واحد اهو زائد اتنين انا ضمنت ان هنا يبقى ايه واحد طب وحه اتنين يا استاذ نقول له عبارة عن ايه حه اتنين عبارة عن اتنين زائد اتنين طب وحه تلاتة يا استاذ عبارة عن سالب واحد ايه اتنين زائد ايه تلاتة هنا واحد هنا واحد هنا اتنين هنا اتنين وخلي بالك دي روبة ودي خمس ها طب وحها اربعة هنعملها كده هي اربعة هنا هتبقى عبارة عن اتنين سابتة زائد اربعة اذا انا عندي عدد اتنين سابت في كل المسألة وهنا واحد بقت هنا واحد هنا اتنين بقت هنا اتنين بس فوق يا استاذ سالب ومرة موجب ومرة اول ما تلاقي كده نجي نقول له يبقى حهنون حشيل زي ما هنا فيه تلاتة وهنا فيه تلاتة زي ما هنا فيه أربعة وهنا فيه أربعة يبقى أشيل الأربعة دي وحط ما كانها نون وهنا أقول له واحد على اتنين زائد نون طب والسالب نقول له يبقى سالب واحد قس نون أول ما تلاقي مسألة فيها متتابعة تزبزبية يبقى تحط له سالب واحد قس نون علشان لما تيه تقول له واحد سالب واحد قس واحد بسالب طب لو كانت أولنا موجب يا أستاذ وبعد كده سالب نقول له دي ما تباش قس نون لأنك لو حطت أولك موجب وحطته هنا واحد هيطلع لك سالب اما لا اعمل ايه نقول له يبقى نون زائد واحد عشان تقول له واحد زائد واحد اتنين والسالب ده سالب واحد قص اتنين هيتلغي الاشارة ويطلع العدد الاولاني ايه موجب يبقى خلي بالك لو اول حد نكتبها لك هنا لو اول حد سالب تعملها له سالب واحد قص نون لو اول حد موجب في متتابعة تزابزوبية يبقى سالب واحد قص نون زائد ايه واحد ازاي استاذ فاهمني نقول حط اول حد بواحد هيطلع سالب واحد الكل قس واحد هتطلع بالسالب طب حط اول حد هنا بقى اول حد موجب بقى حط اول حد بواحد واحد واحد اتنين هيبقى سالب واحد الكل قس اتنين فهتطلع بالايه بالموجب زي ما انت شايفها موجب علشان كده بعض المتتبعات بتبقى مثلا ايه عبارة عن تلت وبعدين ربع بالسالب وبعدين خمس وبعدين سالب ست اول حد هنا موجب وفيه متتابعة تانية كده عبارة عن سالب تلت وبعدين ربع وبعدين سالب خمس وبعدين ستس وهكذا اول حد هنا سالب طب دي اعمل فيها ايه دي لما تيجي تكتب القعدة بقى تكتب له كده سالب واحد الكل اس نون زائد واحد وهنا طبعا اتفقنا انها اتنين نون طب وهنا القعدة نقول له القعدة هنا هتبقى عبارة عن سالب واحد الكل اس نون والقعدة اتنين نون نين زائد نون يبقى لابد ان انا اخد بالي اخد بالي من المتتبعة تزبزبية اه لكن اولها ايه موجب يبقى لازم تبقى سالب واحد قس نون زائد واحد اولها سالب يبقى تكريبها بقى سالب واحد الكل قس ايه نون تعالى طائق برضو نسا احنا بنعلمك او بنتعلم سوى مع بعض ايه ازاي نحقن نوجد الحد العام للمتتبعة وموضوع كبير خلي بالك وعمل ليه شقة عليك لان فيه متتبعات بتبقى صعب ان احنا نستنتجها بسهولة ها بص كده معايا المتتبعة دي عبارة عن تلاتة ستة اتناشر اربعة وعشرين وهكذا ها الحد الاولاني تلاتة الحد التاني عبارة عن اتنين في تلاتة الحد التالت عبارة عن تلاتة في اتنين تلاتة زائد اتنين في اه اربعة اتنين في تلاتة دي تلاتة في اتنين تلاتة في اربعة تلاتة في اربعة الحد الرابع هنكتبها الاول كده دي الحد الاولاني تلاتة الحد التاني عبارة عن تلاتة زائد اتنين الحد الاولاني تلاتة الحد التاني تلاتة زائد تلاتة في واحد الحد التالت عبارة عن تلاتة زائد تلاتة في اه اتنين قص واحد نعملها تاني عشان تاخد بالك منها الحد المتتبع نون عبارة عن تلاتة وستة واثناشر واربعة وعشرين ومقط ها حه واحد عبارة عن تلاتة حه اتنين عبارة عن تلاتة في اتنين قص واحد حه تلاتة عبارة عن تلاتة في اتنين قص اتنين حه اربعة عبارة عن تلاتة في اتنين قص ايه تلاتة بص لها كده بقى ادي 3 هي وهنا 3 في 2 ب6 وهنا 3 في 2 قس 2 يعني 3 في 4 ب12 وهنا 3 في 2 قس 3 يعني 3 في 8 ب4 وكام وعشرين الله يا استاذ ده هنا حاه واحد وهنا واحد طب وهنا هنا 3 حاه 2 وهنا 2 قس 1 وهنا حاه 3 وهنا 2 قس 2 وهنا حاه 4 وهنا 2 قس 3 آه ده كل مرة اللي برة يزيد عن اللي جوه بواحد تبقى المتتابعة حاهنون عبارة عن 3 في 2 الكل قس 2 مقس واحد خد بالك كده بقى لما كتر بقى كانت الاتنين هنا قس كام 4 مقس واحد يعني بطرح من القس واحد يبقى ده المتتابعة اللي عندي وبنسمي المتتابعة دي بعد كده المتتابعة الهندسية لانها عبارة عن ايه عدد مضروب في رقم وكل مرة بضربه يعني 3 قضربته في 2 بقى 6 الستة ضربتها في 2 بقى 12 الاثناشر ضربتها في 2 بقى 24 وهنا الثلاثة ضربتها في 2 بقى 6 الثلاثة ضربتها في 2 قس 2 وهنا الثلاثة ضربتها في 2 قس 3 بص تلاقي العدد اللي بره 4 إنما اللي جوه يمقص واحد عن الاربعة علشان كده العدد اللي بره نون إنما اللي جوه يمقص واحد عن الانون تعالى بعد كده نعلمك ازاي تلقط المتتابعة لان انا عندي اشهر المتتابعات وأشهر قواعدها المتتابعة اللي قدام منك دي اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشر دي واضح إنها متتابعة الأعداد الزوجية وبالتالي على طول أنا ممكن أقولك دي تبقى حاه نون بتساوي اتنين نون على طول من غير ما نقعد نجري بقى ونقول حاه واحد وحاه اتنين المتتابعة الزوجية القاعدة بتاعتها اتنين في نون طب بص للمتتابعة دي واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة دي متتابعة فردية يا مصدر يبقى متتابعة الأعداد الفردية القاعدة بتاعتها قدام منك حاه نون بتساوي اتنين نون نقس واحد لا يا استاذ فهمني انا مش فاهم نقول له عوض بالواحد يبقى اتنين في واحد بكام باتنين شيل منها واحد يبقى واحد اهو طب عوض بالاتنين اتنين في اتنين باربعة شيل منها واحد يبقى ايه تلاتة طب عوض بالتلاتة اتنين في تلاتة بستة شيل منها واحد يبقى خمسة طب عوض بالإيه بالاربعة اتنين فاربعة بتمانية شيل منها واحد يبقى سبعة إذن لما تلاقي متتابعة الأعداد الفردية القاعدة بتاعتها محفوظة اتنين نون بس ناقص واحد طمال اتنين نون بس بتاعت إيه أستاذ نقول له بتاعت الأعداد الزوجية لو جات لك متتابعة وقال لي اكتب الحد العام بتاعها اتنين اربعة ستة تمانية عشر الله بأعداد زوجية نقول له يبقى الحد العام بتاعها اتنين نون طيب متعداد فردية واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة دي أعداد فردية يا مصدر يبقى القعدة بتاعتها اتنين نون بس نقص منها واحد تبقى اتنين نون ناقص ايه واحد تبص للمتتابعة دي برضو من المتتابعات المشهورة واحد أربعة تسعة ستاشر خمسة وعشرين ستة وتلاتين الله دي مربعات الأعداد يا أستاذ الواحد أربعه يبقى واحد الاتنين أربحه يبقى تنين التلاتة أربحه يبقى تسعة اللي 4 أربعها تبقى 16 القاعدة بتاعتها ايه؟ مربعات الأعداد دي نقول له�هче نون بتساوي نون تربيع حط نون بواحد 1 تربيع بواحد حط نون باتنين 2 تربيع بأربعة حط نون بتلاتة 3 تربيع بتسعة حط نون بأربعة 4 تربيع بستاشر ازا لما تشوف متتبع برعب مربعات أعداد وتبدأ من الواحد نقول له يبقى حاهنون بتساوي نون تربيع عندي كمان من المتتبعات المشهورة جدا مكعبات الاعداد اللي هي بقى واحد ثمانية سبعة وعشرين اربعة وستين مية خمسة وعشرين اه متين وستاشر وبص تلاقي حه واحد بواحد حه اثنين بتمانية يعني لان انا بعمل مكعب للعدد اثنين تكعيب حه تلاتة اللي هو يبقى بالمكعب للعدد تلاتة تلاتة قس تلاتة يطلع بسبعة وعشرين فيبقى القعدة بتاعتها اورها لك لانها مش واضحة حه نون بتسوي نون تكعيب دول ولسه هنقولك متتابعات تانية مشهورة تساعدك بسرعة على استنتاج القعدة عندي اربع متتابعات مشهورة جدا متتابعة الاعداد الزوجية ايه هي الاعداد الزوجية نقول له الاتنين الاربعة الستة التمانية العشرة الاثناشر الاربعة عشر الستاشر ماشية كده بتزيد اتنين وهي ماشية تبقى حانون بتساوي اتنين نوم عندك كمان متتابعة الاعداد الفردية اللي هي الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة والحداشر والتلاتاشر وانت ماشي كده وانت ماشي على طول برضو بتزيد اتنين بس بتبدأ بعدد فرد اللي هو ايه واحد بيبقى المتتابعة دي اتنين نوم برضو بس ناقص ايه واحد عندي كمان مربعات الاعداد القعدة بتاعتها حانون بتساوي نون تربية وعندي مكعبات الاعداد اللي هي نون تكاين عندي أيضا المتتبعة الأسية اللي هي دي حاه نوم بتساوي 2 أربعة 8 16 32 دي زوجي يا أستاذ نقول له لا خلي بالك الزوجي 2 أربعة 6 8 10 إنما دي 2 بعدها 4 بعدها 8 بعدها 16 تيجي إزاي دي أستاذ نقول له حاه 1 عبارة عن 2 أس 1 طيب وحاه 2 عبارة عن 2 أس 2 طيب وحاه 3 اللي هي 3 دي عبارة عن اتنين قس تلاتة. طب وحه اربعة عبارة عن اتنين قس اربعة. بص خد بالك الواحد هنا مكتوب هنا واحد. الاتنين هنا مكتوب هنا اتنين. التلاتة هنا مكتوب هنا تلاتة. الاربعة هنا مكتوب هنا اربعة. وحه خمسة بالمرة باتنين قس خمسة اللي هي اتنين وكام وتلاتين. الخمسة هنا زي الخمسة هنا. طب شيل بقى الخمسة دي وشيل الخمسة دي وقول له حه نون. بتساوي ايه? بتساوي اتنين السنون ودي بنسميها المتتبعة القسية وهي قريبة جدا من المتتبعة الهندسية لانه اشهر متتبعتين وانت هتخذهم في خلال الترمي ده المتتبعة الهندسية والمتتبعة الحسابية دول هناخدهم باستفادة انما درسنا النهاردة بيتكلم على جميع انواع المتتبعات سواء متتبعة زوجية او متتبعة الاعداد الفردية او مربعات الاعداد او مكعبات الاعداد او المتتبعة القسية اللي هي قريبة جدا من المتتبعة الهندسية كذلك برضو المتتبعة الكسرية اللي تلاقي فيها ايه نص وتلت وربع وخمس احنا اخدناها بس المرة دي بنقول لك القعدة بتاعتها بص كده المتتبعة دي حهنون بنسميها المتتابعة الكسرية الحهنون بتساوي نص تلت ربع خمس ستس وهكذا هتلاقي حه واحد عبارة عن نص طب اعملها ازاي دي يا أستاذ نقول له واحد على واحد زائد واحد في واحد ثابت عندك اهو طب وحه اتنين يا أستاذ نقول له ايه عبارة عن اه واحد زائد كام زائد اتنين بص كده حه واحد هنا في واحد حه اتنين هنا في اتنين طب وحه تلاتة اللي هي ربع يا أستاذ نعملها ازاي نقول له واحد زائد تلاتة هنا في تلاتة طب وحه اربع يا أستاذ اللي هي خمس نكتبها ازاي نقول له واحد زائد اربعة بص كده اه ازا قدرت تعمل في اي متتابعة انك تكتب اسم الحد برا واحد وجوه في واحد اسم الحد اتنين وجوه في اتنين اسم الحد تلاتة وجوه في تلاتة يبقى هتقدر تعمل قعدة المتتابعة طب وانا هعرف اعمل قعدة المتتابعة دي ازاي نقول له حا نون هتبقى واحد على واحد زائد ايه نون وتبقى هي دي المتتابعة لا يا أستاذ انا مش مسدق نقول له جرب حط كده واحد نقول له هنا نحط واحد يبقى واحد على واحد زائد واحد يبقى نص ده الحد الاولين طب حط اتنين يبقى واحد على واحد زائد اتنين يبقى تلت اه صح طب حط تلاتة يبقى واحد زائد واحد زائد تلاتة يبقى ربع اه كلام مصبوط طب افرد يا أستاذ المتتابعة دي كانت متزبزبة يعني كانت مرة سالب مرة موجب مرة سالب مرة موجب اقوم حطت فوق احط فوق سالب واحد لكل السنون لو اول حد سالب وحط فوق سالب واحد لكل السنون زائد واحد لو اول حد ايه موجب احط في البسط هنا لكن هي هنا كده متتابعة عادية جدا طب المتتابعة دي يا استاذ تناقصية ولا تزايدية نقول له تعالى نشوف اول حد كان نص بعد كده بقى تولك زاد ولا قال قال بعد كده بقى ربع ما كلما زاد المقام قلت قيمته زادت ولا قلت قلت بعد كده بقت خمس بعد كده بقت ستس يبقى المتتبعة دي متتبعة تناقصية دي من ضمن المتتبعات يعني لازم تحفظ الشكل ده الشكل ده للمتتبعة الكسرية العادية ولو حطت لها في البسط سلب واحد أسنون تبقى المتزبزبة اللي أول حد فيها سالي ولو حطت لها في البسط سلب واحد كل أسنون زائد واحد تبقى برضو متزبزبة بس اول حد فيها ايه نوجة عندي برضو من ضمن المتتابعات اللي هي مضاعفات الاعداد يعني تلاقي فيه متتابعة كده عبارة عن اربعة تمانية اتناشر اه ستاشر اه عشرين اربعة وعشرين تبص تلاقيها كأنك بتضرب اربعة في واحد باربعة اربعة في اتنين بتمانية اربعة في تلاتة باتناشر اربعة في اربعة بستاشر وانت ماشي كده وكأنك بتقول له حه واحد باربعة حه اتنين اتنين فاربعة حه تلاتة اه تلاتة فاربعة حه اربعة اه اربعة فاربعة حه خمسة اه اربعة في خمسة حه ستة اربعة في ستة تبص تلاقي ايه هنا واحد هنا واحد هنا اتنين هنا اتنين هنا خمسة هنا خمسة وتلاقي الاربعة ثابت لان المسألة عبارة عن مضاعفات العدد اربعة وبالتالي نقول له يبقى حهنون عبارة عن اربعة نون ازاي وستاذ مش فاهم نقول له تعالى نشوفها لك تاني بص كده حهنون متتابعة هي وقال لك خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاثين الله 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 بص كده الخمسة دي ضربها في واحد يبقى بخمسة في اتنين يبقى بعشرة في تلاتة يبقى بخمستاشر مهي مضاعفات الاعداد يبطيقى ازاي بضرب العدد في مجموعة العدد يعني بقول له الخمسة هيه في مجموعة العدد اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة مجموعة العدد مفقاش صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهكذا يضرب بقى معايا كده خمسة في واحد بخمسة خمسة في اتنين بعشرة خمسة في تلاتة بخمستاشر خمسة في اربعة بعشرين خمسة في خمسة بخمسة وعشرين خمسة في ستة بتلاتين خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين طب نعملها ازاي استاذ نقول له حاه واحد يعني خمسة في واحد طب وحاه اتنين يعني خمسة في اتنين طب وحاه تلاتة يعني خمسة في تلات طب وحاه اربعة يعني خمسة في اربعة الله بره تلاتة وهنا في تلاتة بره اربعة وهنا في اربعة طب وحاه نون يعني خمسة في نون مضاعفات الاعداد يا حضرات زي مثلا ممكن اكتب لك متتابعة تاني هنا سبعة 14 21 28 35 42 مهكذا دي مضاعفات العدد اعرفت ازاي سأزال نقول له هات العدد ده واضربه في مجموعة العدد هتلاقي بتنجيب نفس الحكاية سبعة في واحد بسبعة سبعة في اتنين ب48 سبعة في تلاتة ب21 سبعة في اربعة ب28 سبعة في خمسة ب35 سبعة في ستة ب42 بعيد يبقى دي بنسميها مضاعفات الاعداد طيب والقعدة بتاعتها ايه العدد مضروب في نون السبعة اضربها في النون تبقى سبعة نون الخمسة اضربها في النون تبقى خمسة نون الاربعة اللي فاتت اضربها في النون يبقى دي برضو من ضمن اشهر المتتبعات اللي احنا بناخدها من ضمن اشهر المتتبعات اللي احنا بناخدها المتتبعة الهندسية والمتتبعة الحسابية اللي انت هتاخدهم باستفادة وهناخد كل حاجة فيهم بس النهاردة بندي لك فكرة عنهم لانه احيانا بتقابلك متتابعة بتبقى هندسية ويقولك وجدل الحد العام بتاعها وهي لسه انت هتاخدها كمان شوي بس احنا هندي لك فكرة بسيطة عنها المتتابعة الهندسية دي هتلاقاها بتزيد زيادة بحيث لو اسمت اي حد على الحد اللي قابله يطلع لك مقدار الزيادة السابت اللي موجود يعني بص كده للمتتابعة دي اللي احنا كنا اخدناها قبل كده 3 6 12 24 وهكذا هتلاقي لو اسمت ال 6 على الثلاثة فهل 2 اسمت ال 12 على ال 6 فهل 2 اسمت ال 24 على ال 12 فهل 2 على طول لما اعرف اما اعمل كده اقسم اي حد على الحد اللي قابل منه يطلع مقدار ثابت كده اقوله المتتابعة دي متتابعة هندسية والمتتابعة الهندسية دي لها حد اسمه الحد الاول بنسميه الف ولها حاجة اسمها الاساس اللي هو خارج الاسمه اللي انت عمال تقسم ويطلع الناتج مقدار ثابت اللي هو ما بتقسم حنون زائد واحد اللي هو الحد اللاحق على اللي قابل منه اللي هو حنون يطلع الناتج ايه بنسميه ره وفي التالي الحد العام ده انت هتدرسه بيساوي الف في ره السمون الف الف في ره السمون ماقص ايه واحد اللي احنا خدناها ديه وعملناها متتابعة هندسية قبل كده وايضا في المتتابعة الحسابية هتلاقيها اتنين خمسة تمانية حداشر نقط 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 المتتابعة دي مش بقسم بقى بطرح بطرح كل حد على الحد اللي قابل منه فتلاقي الخمسة اطرح منها اتنين يبقى تلاتة التمانية اطرح منها خمسة يبقى برضو تلاتة الحداشر اطرح منها خمسة يبقى برضو ايه تلاتة يبقى ساعتها الحد العام اتنين المقدار الاساس الاساس هنا بنسميه دال وهو عبارة عن ح نون زائد واحد ناقص حنون وتبقى القعدة بتاعته حنون بتساوي الف زائد نون ناقص واحد في دال اتمنى ان احنا يكون استوعبنا ازاي نستنتج القعدة لانه ده درس مهم جدا ودرس يعني محتاج دراسة وامعان واحنا انشاط المرة الجاية هنكمل بقية المتتابعات ونخش كمان في المتسلسلات ونخش كمان في علامة السجمة فباذن الله نكون النهاردة قدرنا نبسط لكم موضوع المتتابعات واتمنى ان انتم تكونوا فهمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته